ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه يا شيخ عبدالله يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء المقروء فيه وأن يغسل حتى عورته لكن ينظف المكان اللي بيه يعني إذا الرجل أو المرأة أراد أن يستعمل الماء المقروء فيه في غسل العورة مثل عنده فيها حساسية شديدة أو عنده فيها كذا فإنه ينظفها ثم يغسل به فهو يجوز أن يغسل جميع بدنه بالماء المقروء فيه سواء كان معه السدر أو ليس معه السدر هذا رجل واحد رجل اثنين هل يجوز أن يغتسل بالماء المقروء فيه دورة المياه نحن نعرف الآن ما عندنا اللي أشتج هذا عند الناس الآن غالبية المدن الآن مثل جدة والرياض أغلب الناس يشتج فهل يجوز أن يغسل بالماء المقروف فيه دورة المياه نعم يجوز أن يغسل لأن القراءة تبقى على جسدك أنتم ما أخذنا الماء المقروف فيه ورح أن تصب فيه لا أنت تصبح على جسدك فالقراءة تبقى على جسدك جسدك نعم